موسيقى تمضي السلطات في المملكة العربية السعودية في جهودها لاستئصال الإرهاب فكرا ومخططين ومنفذين في إطار أولويتها في مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج حرب المملكة التي لا هوادة فيها على الإرهاب توجد مؤخرا بنجاح أجهزة الأمن في تفكيك شبكة من عدة خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش في عدة مدن سعودية تضم 18 شخصا حملة مقدر لها أن تستمر حتى القضاء على الإرهاب ومحركيه وأدواته أن كانوا تم خلال الخمسة أيام الماضية الإطاحة بأربعة خلايا إرهابية عنقودية في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والقبض على 18 شخصا يمثلون عناصر هذه الخلايا منهم 15 شخص سعودي واثنين يمنيين واحد سوداني الجنسية طبعا الثمنطعش قبض على سبعة منهم في مكة المكرمة وستة قبض عليهم في القصيم وثلاثة قبض عليهم في المدينة المنورة واثنين قبض عليهم بالرياض بعض العناصر الذين تم القبض عليهم يمتلكون خبرات في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها من بين الحقيقة المضبوطات التي ضبطت بحوزة المقبض عليهم أسلحة آلية وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة جدا ومبالغ مالية كبيرة تجاوزت مليوني ريال العملية الأمنية السعودية التي فيها تم تفكيك أربع خلايا في عدة مدن هي الأحدث من عدة عمليات هذا العام والعام المنصرم أبرز تلك العمليات يجملها لنا الآن سامي قاسم نعم يوسف حقيقة استياد الخلايا الأرهابية النائمة باتت وتيرته متسارعة لدى الأجهزة الأمنية السعودية منذ العام الماضي سنحاول تتبوح في هذا التسلسل التالي بالإضافة إلى القبض على أربعة خلايا تضم ثمانية عشر عنصرا على صلة بتنظيم داعش يوم أمس تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية من اعتقال شخصين سعودي وباكستاني في الحادي والعشرين من يناير الماضي وكان ذلك خلال مداهمة في محافظة جدة غربي المملكة بعد قيام عنصرين اثنين ينتميان لداعش بتفجير نفسيهما حملة التعقب حقيقة هذه هو استياد الخلايا أسلوب أمني ترجم بنجاح خلال عام 2016 وتشير الأرقام إلى أن الجهات الأمنية في المملكة أحبطت أربعمائة وأربعة عشر محاولة لارتكاب جرائم إرهابية حاول المخططون في بعضها استهداف مواقع حيوية في الوقت الذي وقعت فيه اثنى عشر عمليات اعتداء أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من الضحايا ورغم الأعمال المخلة بالأمن هنا وهناك نجحت قوات الأمن في الثاني والعشرين من فبراير من العام الماضي في تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تنتمي لتنظيم داعش كانت تستهدف أحد عناصر وزارة الدفاع في مدينة أرياض وفي الخامس والعشرين من فبراير أحبطت قوات الأمن عملية تسليم حزامين ناسفين الانتحاري يريد تنفيذ عملية وقبضت على المتورطين وأسفرت تحقيقات الأمنية عن مداهمة وكر إرهابي في محافظة القويعية وسط السعودية وضبط ما فيها من مواد متفجرة لكن لعل أهم العمليات التي تم إحباطها هي التي أعلن عنها في الحادي وثلاثين من أكتوبر إذ تم الكشف حينها عن محاولة أربعة عناصر من تنظيم داعش تفجير ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ملعب الجوهرة خلال إقامة مباراة دولية لكرة القدم جمعت بين المنتخبين السعودي والإماراتي وفي اليوم ذاته أعلنت الداخلية عن القبض على خلية أخرى مكونة من أربعة عشر أو أربعة أشخاص كانت تسعى لاستهداف رجال الأمن في محافظة شقراء وسط السعودية هذا بإجاز أهم العمليات التي تم إحباطها والتي تم تفكيكها خلايا إرهابية والملاحظ يوسف بأن قوات الأمن السعودية هناك تطور لدى أدائها في عملية الاستباقية وتفكيك هذه الخلايا الإرهابية وخصوصا خلال العام الماضي حيث تم تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية ومن الذئاب المنفردة ولعل هذا النجاح أيضا ينعكس أيضا على دول جارة مثل البحرين في نجاحاتها أيضا في الفترة الأخيرة باستياد بعض تلك الخلايا سامي دعنا نستشير ضيفنا من الرياض أستاذ الدراسات الإثنينية والدولية في كلية العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عصام ملكاوي دكتور عصام أهلا وسهلا بك في سكاي نيوز عربية غرفة الأخبار بداية إلى ماذا يمكن أن نعزو هذه النجاحات لدى الأمن السعودي في استياد مثل هذه الخلايا الخلايا الكثيرة ومهمة وبشكل متكرر فعلا يثبت بأنه في عمل دقوب يتم فعله على الأرض بشكل مستمر يعني بالحقيقة عندما ننظر إلى الأعمال التي قامت المملكة العربية السعودية ممثلة بأجهزتها الأمنية في القضاء على هذه الخلايا وحسب ما ورد بتقريركم سابقا نجد أن هذا يسجل لصالح الأجهزة الأمنية نتيجة التدريب المتواصل وثم المعلومات الاستخباراتية الحديثة التي تصل وباستمرار لهذه الأجهزة إضافة إلى تطوير الأجهزة وتدريبها بشكل يتوائم مع التغييرات التكتيكية التي يستخدمها الإرهابيين في ممارساتهم داخل المملكة وأنا أعتقد أن ما أسفرت عنه نتيجة تفكيك الخلايا الأربعة الأخيرة وهي خلايا عنقودية متصلة ببعضها البعض يسجل نجاحا وبامتياز للأجهزة الأمنية لأنها عملية استباقية استطاعت أن تختلق الدائرة الثانية في هذا التنظيم في المملكة العربية السعودية البعض دكتور عصام يسأل السؤال التالي هذا النجاح هل هو راجع لقوة الأجهزة الأمنية في تفكيك هذه الخلايا أم لضعف في هذه التنظيمات في هذا الجيل الجديد من التنظيمات المتطرفة بالضرورة أكيد جدا أنه نابع من قوة وقدرة الأجهزة الأمنية وأنا أعتقد دائما بأن الخلايا الإرهابية دائما تحاول أن تستبق الأجهزة الأمنية بالمعلومة وبالعمل وبالتخطيط ولكن عندما نجد أن القدرة لدى الأجهزة الأمنية بأنها قامت بعمليات استباقية للوصول إلى هؤلاء قبل أن يقوموا بأعمالهم هذا يسجل لهم ويعتبر أنها قوة وقدرة شكلت لهؤلاء على اعتبار أنهم يستطيعوا أن يقوموا بالعمليات الاستباقية التي من خلالها يحبط مثل هذه العملية وأنا أعتقد أن هذه العملية تتوج لي وتسجل للأجهزة الأمنية السعودية وقد كان قبل كما سمعنا وقرأنا وشاهدنا بالتقارير الدولية عندما حصل سمو الأمير محمد بن نايف على الميدالية الذهبية وبالجائزة التي تصدرها وكالة الاستخبارات الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأولى في العالم في مكافحة الإرهاب وهذا يسجل للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بنوعية هذه الخلايا التي يتم الآن إحباطها في السابق كنا نسمع عن شخص يريد أن ينفذ عملية إلى الشخص المعني مباشرة الآن يبدو في العمليات الأخيرة بدأ الأمن يصل إلى العقل المدبر إلى المخطط إلى الممول هذا الوصول ماذا يعني في قدرة هذه العمليات وأهميته بالضرورة هو أن الأجهزة الأمنية عندما استطاعت الوصول إلى هذه المجموعات الأربعة المنتشرة في مدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية هذا يعني بالتنظيم الهيكلي للمجموعات الإرهابية يشكل هؤلاء الدائرة الثانية في التنظيم على اعتبار أنهم هم المموليون هم المخططون هم الذين يرصدون الأهداف هم الذين يعطوا المعلومات للدائرة الأولى أو للممول الأول أو الذي يخطط من خارج المملكة العربية السعودية عندما يتم الامساك بهؤلاء أنا أعتقد أن الأجهزة الأمنية الآن لديها مخزون كبير من المعلومات وأنها تستطيع من خلال هذه المعلومات أن تشكل حاجزا أمنيا كبيرا جدا ضد أي إعمال إرهابية قادمة وهنا نقول أن هذا يسجل للقوات الأمنية في المملكة العربية السعودية لأن هذه الخلايا الأربعة التي تم إلقاء القبض عليها تم إلقاء القبض عليها وهي لم تستطع أن تنجز هي أعمال أو قد تكون خططت لأعمال وبالتالي قد حصلنا على معلومات كبيرة جدا تفيد هذه الأجهزة في مكافحة الإرهاب واضح دكتور عصام بأن هناك عمل محموم لدى الأجهزة الأمنية للمملكة العربية السعودية في استياد هؤلاء ولكن ماذا عن برنامج المناصحة؟ هناك أعداد كبيرة يتم القبض عليها في كل مرة وفي كل مرة نقول بأن برنامج المناصحة برنامج ناجع كيف يتم المعالجات الفكرية لهؤلاء الذين يغرر بهم للقيام بمثل هذه الأعمال؟ في الواقع مركز الأمير محمد للمناصحة هو من أوائل المراكز التي أنشأت في الدول التي تتعرض للعمليات الإرهابية وقد كان الهدف الأساسي من إنشاء هذا المركز هو محاربة الفكر الضال بفكر حقيقي ناصح حتى يتم هداية هؤلاء الذين يتلقون هذه الأفكار من مجموعات ومن أناس يلبسونهم أفكار ضالة منحرفة عن الدين الإسلامي أنا أعتقد أن النسبة الكبيرة التي تم معالجتها في هذا المركز قد عادت إلى رشدها إلا اللهم من بعض الأشخاص الذين كما قيل أنهم حرفوا مرة ثانية وتم إلقاء القبض عليهم وبالتالي أخذوا جزائهم وقصاصهم لكن دعني أقول أخي يوسف بأنه إضافة إلى مركز الأمير محمد للمناصحة وهو من المراكز التي اعتبرت من الأعمال الذات القيمة العالية في مكافحة الإرهاب هناك أيضا قامت المملكة العربية السعودية وبمساعدة كثير من الدول بإنشاء مراكز للحوار الفكري في فيينا إضافة إلى مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم مركز مكافحة الإرهاب الإسلامي الذي أنشع على هامش اجتماعات التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب وعقد أيضا مؤتمرين كبيرين في المملكة العربية السعودية في الرضاد عام 2005 و2013 لمكافحة الإرهاب وكل هذا كان بدعم من المملكة العربية السعودية ودعوة لجميع دول التي تناصر المملكة في مكافحتها للإرهاب لذلك نقول نحن نسير على الطريق الصحيح وإن شاء الله ستكون النتيجة حاسمة في المستقبل دكتور إصام لو سمحت باختصار هذه النجاحات ما أثرها على التنسيق والتعاون لأنه كمان نرى أنه في بعض النجاحات في البحرين في استياض بعض هذه الشبكات أيضا المملكة العربية السعودية قد نجحت في التصدي لعمليات للقاعدة الآن هي لداعش التراكم الأمني وهذه المعلومات التي ذكرت أنه حصلوا عليها والتنسيق إلى أي درجة يمكن أن يفيد الجيران أيضا يعني إذا أردنا أن نتحدث في هذا السياق فنعتقد أن هناك كثير من المعلومات التي تقول أن كثير من الدول الإقليمية والدولية استطاعت أن تستفيد من المعلومات الاستخبارية التي توجد لدى الجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية وهذا ما شاهدناه في مملكة البحرين وفي الجمهورية التركية وفي فرنسا وفي بلجيكا أنا أعتقد أن مثل هذه المعلومات أفادت الدول الإقليمية والدولية لأنها وجدت في المملكة العربية السعودية قدرة كبيرة على ممارسة القوة الفعلية سواء كانت من ناحية المجابهة بالسلاح أو المجابهة بالفكر أو الحصول على المعلومة بأي وسائل مختلفة ممكنة وهذا ما يسر للمملكة العربية السعودية أن يكون لديها مخزون كبير من المعلومات تستطيع أن تساعد فيه دول الجوار وجميع من يطلب منها ذلك شكرا جزيلا لضيفنا من الرياض الدكتور عصام ملكاوي أستاذ الدراسات الإقليمية والدولية في كلية العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر